شكراً وأعطي الكلمة أخيراً للسيدة المشد صباح الخير أنا سعيدة للغاية ودون هنا زملائي الوزراء أصحاب السعادة السيد تيميرمنز نائب رئيس مفوضية الأوروبية سفير الاتحاد الأوروبي في مصر هذا يوم مهم للغاية وأعتقد أن هناك فرصة لنا لأن نحتفل بهذا الإنجاز ونحن نرى أنه بالنسبة لوزارتنا كانت هذه فرصة رائعة لتحقيق المزيد من التعاون الدولي وخلق الرابط بين التنمية وإجراءات تغير المناخ كل مشروع نتحدث عنه وكل فرصة نتحدث عنها سواء كانت الطاقة المتجددة أو الهايدروجين الأخضر أو نوفي العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء كل هذا يوضح أننا كما ذكر نائب رئيس تمام أن أمن الطاقة بالإضافة إلى إجراءات المناخ تخلق فرص عمل وهذا يوم هو مهم الغاية بالنسبة لنا العلاقة مع المفوضية الأوروبية والشركائنا في الاتحاد الأوروبي قوية ومهمة للغاية ولقد تمكننا من البناء عليها بينما نضع الخطط لكي نتحرك باتجاه إزالة الكربون من أنظمتنا من خلال نوفي وكذلك الاستراتيجية التي سوف نبدأها بناء على توقيع مذكرة التفاهم اليوم والشيء الآخر المهم كذلك هو منصة الدولة نوفي التي من خلالها نقدم مثالا للشراكة كيف يجب أن ننتقل من التعهدات إلى التنفيذ مع الشركاء كل هذا يأتي بالتزام واضح خاصة من الرئيس الذي لديه رؤية لكي يتحرك قدما فيما يتعلق بالتقل المتجددة في مصر وكذلك استكشاف المزيد من الهايدروجين الأخضر كقطاع اقتصادي مهم وهذا يوضح كذلك وضوح الرؤية دائما ننتقل من التعهدات إلى التنفيذ ووجود مشروعات قابلة للاستثمار كانت أحد الأسباب لماذا لا نرى التعهدات تنتقل إلى التنفيذ وهنا أودا أشكر الشركاء بنك الأوروبي للتنمية والإعمار على الشراكة المفصلة للمشروعات المختلفة بحيث نجعلها قابلة للاستثمار ليس فقط مع الشركاء التنمية ولكن كذلك مع قطاع الخاص وكل هذا يعزز مشاركة القطاع الخاص في الطاقة في مصر وكذلك قطاعات المياه والأمن الغذائي وكما ذكر من قبل المفوض الأوروبي فإن مصر لديها مصداقية معكم على مدار السنوات لهذه ليست المرة الأولى التي نبدأ فيها مشروع نحن مستمرون فيما بدأناها منذ عام 2014 وهذه شهادة على مثلث نطلق عليه التزام الحكومة من خلال السياسات واللوائح الوضوح في المشروعات وتصميمها مع شركاء الدوليين وثالثا المصداقية مع كل الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف ونحن نود أن نوجد آليات تمويل مبتكرة ونحن لدينا زملاء من ألمانيا قد جاءوا بإعلان لتعاون ووضع المعايير لدول أخرى بشأن هذا التعاون ونحن نتطلع إلى توقيع مذاكرات التفاهم اليوم ونذكر الاتحاد الأوروبي ومفاوضية الأوروبية وكل سفراء دول السبعة الصناعية الكبرى للتعاون مع مصر في هذا المشروع ومشروعات أخرى ودائما أختتم بأن أقول دعونا نوفي معا تعهداتنا ووعودنا شكرا شكرا